السلام عليكم. هذا هو المسيولوجي الأنبرا 7. إنه عن التحكمة المتابوليسية من كاليسيوم 1. هذه هي المسيولوجيات المسيولوجية. أريد أن ترىهم بأكداء لكي تستطيع أن تفهم المهمة من هذا المسيولوجي. كاليسيوم همستاسي أعزائي الطلبة قبل الدخول في تفاصيل هذه المحاضرة أو التوضيح نقطة هامة أرجو من جميع الطلبة الانتباه له. أخذتم في المحاضرات السابقة أن هناك غدة في الدماغ وهي البتويتريقلاند الغدة النخامية. وعرفتم أن الغدة النخامية تتألف من فص أمامي أنتريير لوب وفص خلفي بوستريير لوب. وأن الفص الأمامي يفرز هرمونات وهذه الهرمونات في العادة تؤدي إلى إفراز هرمونات أخرى من قبل غدد أخرى. بمعنى أن البتويتريقلاند هي أم الغدد وهي المتحكمة في أكثر غدد الجسم الأخرى. فمثلا غدة الثايرويد الغدة الدرقية لا تفرز هرمون الثايروكسين إلا إذا إجاه أمر عن طريق هرمون اللي هو ثايرويد استيميولايتينغ هرمون من الأنتريير بيتويتري. لكن هل هذه القاعدة شاملة لجميع الغدد؟ هل جميع الغدد اللي تفرز هرمونات لا تفرز هرمون إلا إذا تلقت أمر من البتويتريقلاند؟ كما يقال لكل قاعدة شواذ. ستكتشفون في المحاضرات القادمة أن هناك عناصر يجب التحكم بها بهرمونات خارج سيطرة البتويتريقلاند. أهم هذه العناصر هي الأيونات المهمة في جسم الإنسان. بالتأكيد الآن واضح عدكم أن أهم ثلاث أيونات موجبة في الإنسان هي الصوديوم، البوتاسيوم، والكاليسيوم. سندرس أن الصوديوم والبوتاسيوم كلاهما يتحكم فيهم هرمون حندرسا إن شاء الله هو هرمون الألدوستيرون. أما الآيون الموجب الثالث المهم جدا في جسم الإنسان وهو آيون الكاليسيوم فهو موضوع محاضرة رقم سبعة ومحاضرة رقم ثمانية. والتحكم في هذا الآيون سيكون مجموعة من العوامل وليس هرمون واحد سندرسها بعد قليل. لكن ما أود أن تنتبهوا له أن هذه الهرمونات ممكن أن تفرز وبدون سيطرة أو أوامر من البتويتريقلاند لأهمية الموضوع. لا يمكن للإنسان أن يعيش مع اضطراب في الصوديوم أو البوتاسيوم أو الكاليسيوم لفترة طويلة انتظارا لأوامر تأتي من الدماغ عن طريق البتويتريق لتشغيل هرمونات أخرى. في هذه الحالة الله سبحانه وتعالى جعل الغدد المسؤول عن تنظيم هذه الآيونات تعمل تلقائيا دون أوامر من البتويتريقلاند. ستفهمون التفاصيل لاحقا ويشاركنا في هذه الظاهرة كذلك ليس كأيون موجب وإنما كجزئة اللي هو الكلوكوز. كذلك موضوع الكلوكوز والتحكم بالكلوكوز في جسم الإنسان مهم جدا ويتم عن طريق هرمون يفرز من البنكرياس. وأيضا ستجدون أن البنكرياس يعمل دون سيطرة من البتويتريقلاند. هذه النقطة الصور كان لازم تعرفوها قبل ما نبدأ بالدخول في موضوع محاضرة رقم سبعة أو محاضرة رقم ثمانية والخاصة بالكاليسيوم هوميوستيس. بالبداية يجب أن تفهموا ما أهمية وخطورة المحافظة على استقرار ثابت لأيون الكاليسيوم في جسم الإنسان. النقطة الأولى في هذا السلايد أن الإكسرا سيليولر آيونيس كاليسيوم كونسنتريشن is regulated very precisely. يجب المحافظة على آيون الكاليسيوم ضمن نطاق محصور ضيق ويجب أن يثبت بقيمة بين ثمانية ونص إلى عشرة ونص ميلي جرام بير ديسي ليتر أي بمعدل بحدود تسعة وأربعة بالعشرة ميلي جرام بير ديسي ليتر. لاحظوا الجملة في البداية دنقول إكسرا سيليولر آيونيس كاليسيوم هل معنى ذلك أنه هناك كاليسيوم في الجسم ليس آيونيس؟ نعم يوجد كاليسيوم في الجسم بكمية هائلة مربوط وبشكل مركبات وليس بشكل آيون حر يسبح في سوائل الجسم كالبلازما وكذلك درسنا سابقا أنه آيون الكاليسيوم من الآيونات الثقيلة ليس كالصوديوم وكالبوتاسيوم والآيونات الثقيلة كل ما زاد الفالنس نمبر يعني الكاليسيوم زائد 2 الصوديوم والبوتاسيوم زائد 1 فكل ما يزيد الفالنس نمبر قابلية الذوبان للآيون اتقل فذوبان البوتاسيوم والصوديوم في الماء أعلى بكثير من قدرة الكاليسيوم على الذوبان وذكرنا في محاضرات سابقة في الموديولات السابقة أنه الكاليسيوم تقريبا 50% بشكل آيون يعني يشبه الصوديوم والبوتاسيوم آيون حر وال50% الثاني يكون محمول على البروتين مثل الألبومين فيكون باوند كاليسيوم فحاولوا أن تذكرون وهذه أيضا نأتي إلى هذه المعلومة أنه الكاليسيوم 50% تقريبا free ionized و50% bound طيب ما أهمية الكاليسيوم لجسمنا The calcium is essential for contraction of skeletal muscle, contraction of cardiac muscle, contraction of smooth muscle It is also essential for blood clotting أخذت موديول كامل عن تخثر الدم والموضوع الدم وشفت أهمية الكاليسيوم فيه كذلك الكاليسيوم مهم for the transmission of impulses كأطباء في المستقبل ستواجهون حالتين إما خلل يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكاليسيوم في الجسم فتصبح لدينا حالة hypercalcemia أو ستتولد لدينا حالة من انخفاض الكاليسيوم في الجسم وتسمى hypocalcemia والحالتين خطرات بالنسبة للحالة الأولى الhypercalcemia إذا حصلت فحيصير depression of the nervous system with sluggish central nervous system reflexes متى يحصل ذلك إذا ارتفع الconcentration للfree ionized calcium إلى ما فوق 12 mg per deciliter هذا سيؤدي إلى decrease of the cutie interval بالنسبة تخطيط القلب سيؤدي كذلك قلة الحركة في smooth muscle ستؤدي إلى constipation and loss of appetite can occur too أما إذا صار عندنا حالة النقيض أنه ينخفض الكاليسيوم فهي حالة hypocalcemia هذه ستؤدي إلى excitement of the nervous system because of increased neuronal membrane permeability to the sodium even spontaneous discharge of neurons can take place and this will lead to tetany or seizures when concentration goes below 6 mg per deciliter خليني أذكركم بمعلومة سابقة ذكرت في الفيزيولوجي لما يأتي action potential impulse بالexon ويريد يذهب يوصل إلى skeletal muscle طبعا سيوصل إلى neuromuscular junction ماذا سيحصل في neuromuscular junction؟ يجب أن يحصل الآتي عندما يصل الaction potential المفروض acetyl choline اللي هو في physicals يتحرك ويصل إلى cell membrane ثم ينفجر ويخرج الacetyl choline من nerve ending ويذهب إلى سطح المقابل اللي حيكون هو skeletal muscle ويحصل ال contraction لكن لن تحصل هذه العملية إلا إذا دخل الكاليسيوم في نهاية النيرف الاندين يعني بالneuromuscular junction توجد كاليسيوم channel عندما يصل الaction potential إلى النيرف الاند تنفتح الكاليسيوم channel ويدخل الكاليسيوم إلى داخل النير دخول الكاليسيوم هو الذي سيؤدي إلى أطلاق الأسيتاء الكولي بدون دخول الكاليسيوم لن يحصل عملية contraction صحيحة إذا نقص الكاليسيوم خارج النير الpermeability للسوديوم في الممبرين تفطرب والسوديوم channels خل نقول تفقد عملها بشكل غير صحيح وسيؤدي ذلك إلى أنه يبدأ الأسيتاء الكولين ممكن ينطلق لأسباب بسيطة أو انطلاق ذاتي حتى بدون action potential انطلاق الأسيتاء الكولين بشكل كبير من نهاية النيرف الاندين بسبب انخفاض الكاليسيوم واضطراب السوديوم channels سيؤدي إلى حالة نسميها تتني فيصير فد نوع من التشنج يا شباب لما حتشوفوها بعينكم مرة واحدة لن تنسوها أبدا بمجرد ما ينخفض الكاليسيوم في الجسم لح تحصل في اليد مثل هاي الصورة اللي تشوفوها لح يصير عندنا flexion بالهاند وتدخل الأصابع بهذا الشكل هذا يسموها carpopidal spasm أو كما وصفها عالم على اسمه يسموها truso sign هسا نتكلم عنها بعدين لاحقا هاي هي التروسو sign كما ترونها وممكن أيضا سيزرز السيزر يعني مثل نوبات الصرع لما الاضطراب يصير في النيرفين دينجز اللي في الدماغ هذه كلها الصير ويدخل الجسم في حالة تشنجات وإذا التشنجات خطيرة ممكن تؤدي إلى الموت ما الذي يحدد استقرار الكاليسيوم في الاكسترسيلر فلود؟ في الحقيقة ما يحدده هو ثلاثة عوامل كم مقدار الكاليسيوم الذي يمتص من الأمعاء ويذهب إلى الاكسترسيلر فلود؟ كم مقدار الكاليسيوم الذي نخسره يوميا من الاكسترسيلر فلود ويضيع مع البول؟ وكم من الكاليسيوم ممكن أن يضاف إلى الاكسترسيلر فلود من الإسكولتين من العظام أو بالعكس يمتص من الاكسترسيلر فلود ويذهب للترسب في العظام؟ هذه هي العوامل الثلاثة التي تحدد مستوى أو تحدد استقرار الكاليسيوم في الاكسسر فلود So the three factors are the calcium absorption from the gastrointestinal tract renal excretion of the calcium through the kidney and bone uptake and release of calcium هذا الجراف الذي تشاهدوه يشرح هذه ويعطيكم فكرة عن أهمية كل عامل فلو نظرت إلى الكاليسيوم intake ستلاحظ مكتوب أنه نتناول يومية كمية كبيرة بحدود 1000 mg per day of calcium لكن ما يضيع مع الفيسز هو 900 mg per day بمعنى الصافي الذي يمتص من الجهاز الهضمي إلى الاكسسر فلود هو 100 mg per day لكن لو نظرت إلى هذا الجراف ستشوف مكتوب absorption 350 mg per day الامتصاص هو بحدود 350 mg per day باليوم لكن كيف الصافي يكون مية؟ الجواب بسيط أنه نفس الجسم في العصارات التي تفرز من بالكريبتس أو اللي المفروضة خفتوها بالغاسترو انتستاين الفيزيولوجي العصارات تحوي على كاليسيوم ما نخسره من كاليسيوم عن طريق هذه العصارات التي تفرز بالسمول انتستين هو بحدود 250 mg per day فنمتص 350 نخسر الميتين وخمسين فالصافي اللي يذهب إلى الاكسسر فلود من الجاسلو انتسترينال سيستين بحدود 100 ولاحظوا هذه المية هي نفسها اللي تخرج من الكيدني والذيوين 100 mg per day أما العظم فالعظم هو المخزن الهائل للكاليسيوم في الجسم لاحظوا عزائي الطلبة كم الرقم المكتوب فوق رسمة العظم 1 million 200 mg الاسكلتين فيها ما يقارب 1 million ميليغرام 99% أو أكثر من الكاليسيوم في جسمنا هو في الهيكل العظمي ويوميا في الهيكل العظمي يحصل عملية resorption تهديم لبعض مركبات العظم فتنطلق حدود 500 ميليغرام من الكاليسيوم من العظم تطلق إلى لكن في نفس الوقت هناك عملية بناء وترسب 500 ترجع للعظم فالصافي صفر ما يذهب عن طريق أو ما ينطلق عن طريق الـ يستعاد عن طريق الـ ففي الوضع الطبيعي وفي حالة الاستقرار العظم لا يعطي ولا يأخذ في الوضع الطبيعي إذن إذا أردنا التحكم في الكاليسيوم معناها لابد أن نتحكم في هذه العوامل الثلاثة أي تغير في أي من هذه العوامل سيؤدي إلى تغير في منسوب الكاليسيوم بالإكسرا سيليور الفلويد والهدف من هذه المحاضرة أن تعرفون كيف يتم الحفاظ على الاستقرار للكاليسيوم أول عوامل استقرار الكاليسيوم في دمنا هو الإسكالاتين كيف؟ كما ذكرنا في السلايد السابق أنه 99% of body calcium is present in the bone فإذا كان 99% من الكاليسيوم موجود في العظام موجود بأي شكل؟ كمية قليلة موجودة بشكل مركبات الفوسفيت والكمية الهائلة الأكبر موجودة بشكل هيدروكسايت salt وبالذات هيدروكسي أبتايت فاللي يصير هو الآتي بمجرد ما ينخفض منسوب الكاليسيوم في الاكترا سيرا الفلويد حالا قسم من الكاليسيوم اللي مو في هيدروكسي أبتايت اللي بشكل مركبات فوسفيت وغيرها رأساً يتحلل وينزل إلى الاكسرا سيرا فلويد لإعادة التوازن والعكس صحيح بمجرد ما يرتفع الكاليسيوم بالاكسرا سيرا فلويد رأساً يحصل ترسب ويتتكون أملاح الفوسفيت في البون وهكذا يتم الاستقرار فعامل الاستقرار الأول والأساسي للكاليسيوم هو السكالتين كذلك البونز استور 85% أو بوديس فوسفيت أزويل فخزين الفوسفيت في جسمنا 85% أيضاً موجود في العظم النقطة الثانية في هذا السلايد هي اللي ما ذكرناه سابقاً إنه 50% من الكاليسيوم هو ايونايزد موجود بشكل ايونايزد موجود بشكل ايونايزد حر سي اي بلس تو الخمسين بالمئة الثاني واحد واربعين بالمئة منها باوند تو ذا بلازما بروتين وتسعة اللي تكمل الخمسين بالمئة تسعة بالمئة هي حقيقة مركبات مثل مركبات الستريت ومركبات الفوسفيت اللي هي نوت ايونايزد ليش دا نركز على هالنقطة؟ لأن الايونايزد هي اللي يسوي البيولوجيكال افكت يعني لما يصير كونتراكشن بالكاردياك مصر ونقول إنه الكاليسيوم يدخل من الاكسرا سيلور الفلود للانترا سيلور الفلود ويسوي الكونتراكشن ونفس الشيء في السموث مصر ونفس الشيء بالاكشن بوتينشال عم دا يدخل الكاليسيوم اللي دا يدخل هو الايونايزد حصرياً ليس الباوند ولا اللي داخل إنكوربوريتد إن كومباوند فوسفيت هوميوستيسيز الفوسفيت ايون مهم كذلك دراسته لما ندرس موضوع الكاليسيوم حتشوفون إن شاء الله لما تدرسون ميدسين وسيرجري في المستقبل حيخبروكم إن شاء الله أساتفة السيرجري والميدسين إنه هناك علاقة عكسية بين الكاليسيوم وبين الفوسفيت وحيخبروكم إنه تقريباً حاصل ضرب تركيز الفوسفيت في تركيز الكاليسيوم هو قريب للرقم 40 يعني إذا الكاليسيوم 10 الفوسفيت يكون 4 تقريباً إذا الكاليسيوم يزيد الفوسفيت يقل والعكس صحيح إذا الكاليسيوم يقل الفوسفيت يزيد لكن دائماً حاصل ضربهم يكون قريب إلى الرقم 40 طبعاً الفوسفرس ما موجود بشكل فوسفرس موجود بشكل مركبات اللي هي إن أورغانيك الإن أورغانيك فوسفيت موجود بشكل إما HPO4-2 أو H2PO4-1 وكليهما هم جزء من البفر سيستم اللي موجود في جسمنا وكما تعرفون في حالة الأسيدوسيز لما يزيد الهايدروجين آيون حيدخل الهايدروجين مع HPO4-2 حتى يتحول إلى H2PO4-1 فهذا يزيد في الأسيدوسيز ويقل تبعاً لذلك الـ HPO4 يعني لأنه استهلك من قبل الهايدروجين آيون والعكس صحيح إذا صار عندنا الكالوسيز من الصعب جداً أن نقيس كل واحد من هذول الجذرين كم تركيزه من يقيسون الفوسفيت يقيسون الجذرين مع بعض ويقولون أنه هو ثلاثة إلى أربعة بالأدلت وأربعة إلى خمسة بالشيلدرين Changes in plasma phosphate level do not cause major immediate effects يعني ليس كما يحصل مع الكالوسيوم الكالوسيوم أخطر التغير بالكالوسيوم يتبعه تغير في الفوسفيت عادة الآن نذكر نقطة سبقاً تحدثنا عنها مثل ما هو قليل الذوبان كذلك هو ضعيف الامتصاص ما لا يشبه الصوريوم والبوتاسيوم اللي هم عالين بالامتصاص فإذا كان امتصاص الكالوسيوم أصلاً ضعيف من الأمعاء إذن كيف يتم الامتصاص الجواب يحتاج بروتين كارير يكون في سطح الخلية وهنا يأتي دور فيتامين دي لح ندرس بعد قليل في السلايدات القادمة والمحاضرة القادمة همية الفيتامين دي فيتامين دي ببساطة يا جماعة يحدث بروتين چانلز في السيل ممبرين في خلايا الأمعاء وجود فيتامين دي يؤدي إلى وجود البروتين چانلز والكاريرز هذول وسيتم امتصاص الكالوسيوم لا يوجد فيتامين دي لن يكون هناك بروتين في جدار الخلية وسيكون امتصاص الكالوسيوم ضعيف جداً تبعاً لذلك كما ذكرنا ثلاثمية وخمسين هو امتصاص ميتين وخمسين فقدان فالتعادل هو بحدود مية كمية الامتصاص أما بالنسبة للفوسفورس فامتصاصه سهل جداً ليس فيه صعوبة almost all the dietary phosphate is absorbed from the gut والزايد يرجع ينطرح مع البول الآن نريد نتكلم عن بالذات الكيدني وكيف تتعامل مع الكالوسيوم ومع الفوسفيت بالنقطة الأولى نذكركم انه الكيدني هتطلع لدخل زيادة عن طريق gastrointestinal system فأعيد ذكر انه يدخل بحوالي ميت ميلي جرام صافي من الكالوسيوم الى الجسم وهذا الميت ميلي جرام ستطرح في العادة مع اليورين اذا عدنا حالة الاستقرار الآن اذكركم بقاعدة عامة يفترض انه فهمتوها من الرينال موديول القاعدة انه الايونات الرئيسية الثلاثة اللي هي الكاليسيوم والصوديوم البوتاسيوم عندما يحصل لها فلتريشن من منطقة الجلوماريولوس وتدخل بعد الجلوماريولوس سيجينا البروكسيومالت يوبيول بعدين اللوب اوف هينلي بعدين الدستلت يوبيول بعدين الكولكتنج داكت القاعدة العامة لهذه الايونات الثلاثة انه تسعين بالمية من هذه الايونات سيتم امتصاصها في العادة من البروكسيومالت يوبيول ويترك الجسم عشرة بالمية من الايونات تصل الى منطقة الدستلت يوبيول والإيرلي كولكتنج داكت في منطقة الدستلت يوبيول والإيرلي كولكتنج داكت هناك سيتم عمل هرمونات اللي تتحكم في هذه الايونات فبالنسبة للصوديوم والبوتاسيوم هندرس انه في هذه المنطقة يشتغل الالدوستيرون وظيفة الالدوستيرون هو ان يمتص العشرة بالمية الباقية اللي وصلت فيما لو افرز بكمية كبيرة محتاجين الصوديوم للجسم ينفرز الالدوستيرون يتم امتصاص الصوديوم حتى ما يضيع مع البول عندنا صوديوم زيادة يقل افراز الالدوستيرون خلي هاي العشرة بالمية ضيع نفس المبدأ طبقوه على الكاليسيوم محتاجين للكاليسيوم سينفرز هرمون اسمه البراثيرويد هرمون اختصارا PTH بعض كتب الفيزيولوجي السميه باراثورمون اذا انفرز هذا الهرمون مثل ما الالدوستيرون سحب الصوديوم هذا الهرمون يشتغل على الديستل تيوبيول والأيرلي كولكتينج دكت ويؤدي الى سحب الكاليسيوم واعادة ريابسوبشن للجسم ما محتاجي لن ينفرز هذا الهرمون او افرازه يكون قليل وذاك الوقت الكاليسيوم اللي زايد حيخرج مع البول هذه هي الميكانيزم اللي ماشي في الكنين النقطة الأخرى بالنسبة للفوسفورس رينال فوسفيت اكسيكريشن is controlled by an overflow ميكانيزم يعني ينزل عن طريق الاغلوماريولس فوسفورس كثير اكسيكريشن كثير ينزل قليل اكسيكريشن قليل مقدار الاكسيكريشن يتناسب طرديا مع ما ينزل من الفلو النقطة البعدها وهي نقطة مهمة جدا 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 ان تعرفوها انه تركيز الكاليسيوم في جسمنا مع الفوسفورس تركيز عالي واصل الى مستوى الاشباع وما فوق الاشباع في قواعد الكيمياء اذا ذهب ايون او مركب ووصلت الذوبان الى حالة الاشباع اي زيادة ستؤدي الى ترسب البلورات يعني يؤدي الى كيف واصل الكاليسيوم والفوسفيت كل سوائل الجسم الى تركيز عالي المفروض يؤدي الى ولا يحصل ولا يصير هنا وهناك واذا ترسبوا فالكريستلين سولتس هي اللي حنسميها احنا الهايدروكسي أباتايت وهي بينقوسيا وضعنا لكم تركيبها الجواب انه كل خلايا الجسم وسوائل الجسم فيها انهيبتر للبريسيبيتيشن فبوجود هذا الانهيبتر مثال على هذا الانهيبتر اللي هو البايروفوسفيت هذا واحد من الانهيبتر اللي موجوده في الخلايا وفي مناطق الجسم الأخرى لهذا لا يحصل ترسب لأملاح الكاليسيوم لكن وين يحصل الترسب؟ يحصل الترسب بالعظم قلنا لكم بس يزيد شوية الكاليسيوم بالإكسراسير فليويد رأسا لح يترسب الزيت في العظم لماذا يترسب في العظم؟ لأن بالعظم عندنا نوعين من الخلايا المفروض احتخذوها كذلك بالاناتومي واحدة نسميها أوستيو بلاست واحدة نسميها أوستيو كلاست الأستيو بلاست هي التي تبني والأستيو كلاست هي التي تهدم وتدمر الأستيو بلاست التي تبني تجعل الكاليسيوم يترسب في العظم لأنه مطلوب لصناعة العظم وتكوين العظم العظم من مادة جلاتينية متجمع عليها الكاليسيوم الذي هو الهيدروكسي أبتايت وينطيها قوة وصلابة كيف يترسب؟ الأستيو بلاست تفرز مادة كيميائية تؤدي إلى تعادل نيوترلايز تسوي نيوترلايزيشن للإنهيبتر فرأسا الكاليسيوم تركيز عالي واصل للإشباع يبدأ يترسب بالعظم هذا هو عمل الأستيو بلاست أما الأستيو كلاست فهذه من تشتغل تفرز أسد والحامض يحلل الكاليسيوم ويحلل الأملاح ويفتتها وتؤدي إلى انطلاق الكاليسيوم وعودته إلى الاكسرا سيليور الفلويد الآن الأنسجة المريضة وهي النقطة المهمة لكم في الميدسين المستقبلا مثل جدران الشرعين والخثرة الدموية القديمة في هذه المناطق لن يكون هناك إنهيبتر انعدام الإنهيبتر في هذه المناطق المريضة أو الغير طبيعية سيؤدي إلى ترسب الكاليسيوم ولهذا سرعدنا ويكون داخل الكاليسيوم مترسب في جدار الشريان مع الإثيرومة وكذلك الكلوتس القديمة يترسب فيها الكاليسيوم إذن لازم نعرف إنه أصبح العظم بهذه الطريقة هو خط الدفاع الأول للحفاظ على منسوب الكاليسيوم في الإكسراسة قام بعمله بشكل مضبوط سيكون خط الهرمونات اللي هم هرمونين الهرمون الرئيسي هو البراثيرويد هرمون والهرمون الثانوي اللي يجي بعده هو هرمون الكالسيتوني فيتامين دي الآن جاء الدور اللي فهم دور فيتامين دي في عملية تنظيم منسوب الكاليسيوم في جسمنا وأرجو أن تفهموها بشكل واضح لأنه أنتو حتستخدمون هذا الفيتامين كعلاج لبعض الأمراض اللي حنتكلم عنها لاحقاً فأولاً فيتامين دي اللي موجود في الطبيعة واللي نتناوله مع الغذاء أو يصنعه جسمنا عادة أن يكون موجود بشكلين فيتامين دي ثري وفيتامين دي تو خلينا نتكلم في البداية عن فيتامين دي ثري اللي هي الاسم يعطوكم إياه في البايو كيمستري اللي هو كولي كالسيفيرول هذا ممكن يتكون في جسمنا مجاناً بدون تعب بتأثير تعرض الجلد إلى الأشعة فوق البنفسجية من الشمس تعرض جسمنا لنصف ساعة فقط باليوم لأشعة الشمس كافي لتوليد كمية كافية من فيتامين دي ثري يتكون لأنه في الجلد موجود بريكارسر اللي هو 7 ديهايدروكسي كوليسترول فإذا تستنتجون إنه فيتامين دي تركيبة مصنوع من الكوليسترول لما يتكون في الجلد صار في جسمنا فيتامين دي هل فيتامين دي هذا بيولوجيكلي اكتف فعال؟ الجواب لا كذلك ممكن ننحصل عن طريق الغذاء عادة من المنتوجات الحيوانية لكن موجود كذلك دياتري فيتامين دي تو اللي ممكن يجينا حتى من مصادر نباتية اللي يسموه إرغو كالسيفيرول هو مشابه جدا لل دي ثري الفرق فقط في يعني ذرة هنا تغير في التركيب عن يعني ترجعون إلى ال الدايجرام في كتب البيوكيمسلي حشوفون إنه الفرق بسيط جدا في التركيب بين دي ثري و دي تو لكن كليهما يستخدمهم الجسم و كليهما حيصنع من عدهم بعدين فيتامين دي الفعال احنا لحد الآن فيتامين دي ثري هو ان اكتب بايولوجيكلي المهم تكون فيتامين دي ثري حتى يتحول إلى اكتب يجب أن يرتبط به اثنين جذر او اتش يعني يحتاج اثنين او اتش يرتبطون به او اتش يرتبط في موقع رقم خمسة و عشرين و او اتش يرتبط في موقع رقم واحد اذا ارتبط ال او اتش في هالموقعين صار الفيتامين دي بايولوجيكلي اكتب وسيعمل في جسمنا خلينا نشوف الخطوات اللي يمشي بيها فيتامين دي ثري اول او اتش سيربط له سيكون في الكبد الكبد قادر على ربط جذر او اتش في موقع رقم خمسة و عشرين فهيتكون في جسمنا 25 هيدروكسي كولي كالسيفيرول اذا الليفر محطة مهمة جدا من محطات صناعة فيتامين دي الفعال الاكتب بس لسه مفعال و لما حيتكون هذا المركب 25 هيدروكسي كولي كالسيفيرول هذا يشتغل كنغاتف فيدباك على تحويل المزيد من فيتامين دي ثري الى هذا المركب فاذا تناولنا حبوب او ادوية فيها فيتامين دي ثري وبكمية كبيرة الزايد عن الحاجة سيخزن في الكبد و ممكن ان يخزن لأشهر و خلوا في بالكم الزيادة في ذلك الى مقدار كبير يكون توكسيك فليست بطولة عن واحد يأخذ كمية اكثر من اللازم و من الحاجة من فيتامين دي الان الخطوة اللي بعدها حتى يصير اكتب لازم جذر او ايتش يربط مرة ثانية في موقع رقم واحد و هذا الربط يتم في الكيدني اذا الاورغان الثاني المطلوب للاكتيفاشن مع الفيتامين دي هو الكيدني بالكيدني بالبروكسيمال تيوب يولز هناك خلايا تستطيع ان تربط ال او ايتش جذر ال او ايتش الثاني المطلوب في موقع رقم واحد من الذي يعطي الامر للكيدني للقيام بعملية الربط هنا سيأتي دور البراثيرويد هرمون فاذا البراثيرويد هرمون يؤدي الى اكتيفاشن للبروكسيمال تيوب يولز هذي اللي في الكيدني وستبدأ في صناعة 1 25 داي نقل داي هايدروكسي داي هايدروكسي داي هايدروكسي كولي كالسيفيرول واصبح الان الاكتيف فورم لح ينطلق هذا الويتامين دي النشط البيولوجيكلي اكتيف الان سيعمل عمل الهرمون هو شنو عمل الهرمون ماذا تصنع من خلية في مكان لتعمل في مكان اخر وتغير الميتابولزم والاكتيفتي لخلايا اخرى وهذا ما سيحصل فيتامين دي الفعال سيخرج من الكيدني وسيعمل في اماكن اخرى اهم مكان حيعمل به حيعمل على الانتستن وحيعمل على الكيدني نفسها في الديستالاتيوب يول بالنسبة للانتستن واللي حيصير انه ذكرنا انه في بروتين موجود في داخل السايتو بلازم هذا البروتين ليس مربوطا في السيل ممبرين بمجرد ما يأتي فيتامين دي الاكتيف الى الإبيثيليال سيلز بالانتستن وتستلمى حيبدأ هذا البروتين بالتكون وتؤدي الى الفرميشن البروتين اللي هو تبع الانتستن الى داخل الخلية اللي هي الإبيثيليال سيل ثم من داخل الخلية يخرج من ظهرها الكاليسيوم ليذهب الى الاكسرا سير الفلود ونفس المبدأ موجود في الكيدني بمعنى اذا موجود كاليسيوم فعال سيزيد امتصاص الكاليسيوم من الامعاء وسيزيد استرجاع الكاليسيوم من الكيدني فإذا فيتامين دي بروموتس ديس اضافة الى ذلك فيتامين دي اوزو بروموتس انتستاينال ابسوربشن رجاء انذكروا هالعبارة اللي هنشوفون فرق بينه وبين البراثيرويد هورمون في هذه النقطة فيتامين دي بروموت انتستاينال ابسوربشن او فوسفيت ايون through although the exact mechanism is unclear ما نعرف اشلون يزيد امتصاص الفوسفيت لكن العلماء يظنون انه الفوسفيت negative ايون فإذا زاد امتصاص الكاليسيوم اللي هو positive ايون امتصاص positive ايون يسحب بطريقة negative ايون فيزيد دخول الفوسفيت طبعا هندلس بعدين انه اذا دخل الكاليسيوم الى البلد والى وصار كمية كبيرة هذا حيسوي negative feedback mechanism على افراز البراثيرويد هرمون لحنا اخذها بعدين فاذا اذا كاليسيوم يعني اذا الفيتامين دي كثير ودخل كمية كبيرة من الكاليسيوم هنا البراثيرويد هرمون لح ينفرز بكمية قليلة افراز بكمية قليلة لح يقلل تأثير على الكدني معناه يتقل صناعة البيولوجيكلي اكتف فيتامين دي ليعادة الامور الى نصابها عملية negative feedback mechanism كما هو متعارف عليه This diagram shows you how the vitamin D is sensitized and how it is converted from the inactive biological form to the active biological form لاحظ عزيز الطالب التضليل الاحمر في الاعلى انه وفيتامين دي نحصل عن طريق الدايت ممكن نحصل فيتامين دي 2 عن طريق الدايت وقلت لكم في الغالب قد يكون من مصدر نباتي وممكن نحصل فيتامين دي 3 وفي الغالب يكون من مصدر حيواني وكذلك فيتامين دي 3 ممكن يتحصل اصلا ينصنع عن طريق ultraviolet radiation من الاسكن لكن هو biologically inactive المحطة الاولى تكون liver لاحظوا في منطقة الليفر سيتم ربط اول وهذا هو في موقع خمسة وعشرين بعدين نصل الى منطقة الكيدني في منطقة الكيدني لحيتم ربط الثاني ولاحظوا انه هاي العملية بالكيدني تتهيج عن طريق هرمون البراثيراد هرمون استيميوليشن للوان الفا هيدروكس هيدروكسي هيدروكسي ليز اللي هو الانزايم المسؤول عن صناعة اه اه او عن ربط ال الوه الثاني فحيتكون البيولوجيكلي اكتف اه فيتامين دي اللي هو 1 25 داي هيدرو اللي قلت لكم عليها قبل قليل وتفهموا اكثر من البيوكميسرية ان شاء الله لنبدأ بيتامين دي اللي قلت لكم عليها قبل قليل اللي قلت لكم عليها قبل قليل وتفهموا اكثر من البيوكميسرية ان شاء الله اللي هو الاكتف فورن البيتامين دي is inversely affected by the concentration of calcium in the plasma this effect could be mediated indirectly by the inhibitory effect of calcium on parathyroid secretion هذا الغراف المجاور يرويكم العلاقة بين فيتامين دي وبين صناعة الactive form of vitamin D بالكدني وبين الكاليسيوم الموجود بالبلازمة العامل المؤثر هو الكاليسيوم فنخلي على ال x axis والعامل المتأثر هو ما يصنع من ال biological form اللي نخلي على ال y axis لاحظوا النقطة او الكروس الاحمر على هذا الكير هذا هو المعدل للكاليسيوم اللي هو قلنا تقريبا تسعة واربعة بالعشرة اذا نقص الكاليسيوم اذا نقص الكاليسيوم في الدم لاحظوا يرتفع بشدة انتاج ال biological الاكتف ال biological form of vitamin D التفسير بسيط انه منسوب الكاليسيوم في الدم يتحكم بمنسوب ال parathyroid هرمون اذا زاد الكاليسيوم في الدم يقل انتاج ال parathyroid هرمون ال parathyroid هرمون هو الذي يحفز صناعة الاكتف ال biological form of the vitamin D فاذا زاد الكاليسيوم في الدم نقص صناعة ال parathyroid هرمون او نقص افراز ال parathyroid هرمون اذا سينقص صناعة الاكتف ال biological form of vitamin D والعكس صحيح اذا نقص الكاليسيوم سيزيد انتاج ال parathyroid هرمون زيادة انتاج ال parathyroid هرمون ستؤدي الى activation للكدني والكدني حتصنع المزيد من الاكتف ال biological form of vitamin D هكذا يتم المحافظة على ال homeostasis بالنسبة للكاليسيوم Vitamin D increases calcium and phosphate reabsorption by renal tubule thereby decreases excretion of these two substances in the urine and promoting the retention of both ions in the body however this effect is weak يعني اذا نعطي vitamin D سيساعد على اتفاع منسوب الكاليسيوم في الدم ومنسوب الفوسفرس هنا يأتي السؤال الكبير هل سيفيدنا ذلك طبيا لكم كاطباء المستقبل ما الاهمية الطبية ما الاهمية الطبية لهذه النقطة لهذه المعلومة الاهمية كالاتي اذا نعطي فيتامين D سيرتفع منسوب الكاليسيوم في الدم لان سيزيد امتصاص الكاليسيوم من الامعاء ويزيد استرجاع الكاليسيوم من الكدني بمجرد ما يزيد الكاليسيوم بالبلازمة سيزيد الترسف في العظم اذا هذا سيساعدنا في علاج امراض مهمة فهنا النقاط الثلاثة الباقية في هذا السلايد تتكلمنا عن الاهمية الطبية وكيف ستتعاملون مع فيتامين D في المستقبل كاطباء خلينا ناخد النقطة الاولى من النقطة الثلاثة الاخيرة فيتامين D بجرع صغيرة من الفيتامين D سيزداد ترسف الكاليسيوم في العظم المكانة زي ما نعرفها لكنه هي في الغالب لما يزيد الكاليسيوم بالبلازمة يزيد الترسف في العظم بس بجرع صغيرة اما لو اعطيت جرع كبيرة توكسك من فيتامين D سيحصل العكس سيحصل تدمير للعظم وهذا الامر يشبه الى حد كبير عمل البراثيرويد هرمون لان البراثيرويد هرمون يدمر العظم يؤدي الى تآكل العظام فيبدو انه الفيتامين D بالجرع الكبيرة يعمل عمل تشجيعي سينارجيستيك رول ويذ باراثيرويد هرمون من نقول سينارجيستيك في علم الاندوكراينولوجي نقصد فيها اذا تنطي هرمون معين هذا الهرمون المعين يقوم بعمل مثلا عمله يكون 40% من الشدة الهرمون الثاني اذا يجي معه يصر عمد الهرمون الاول بدل من 40% مثلا ممكن يرتفع الى 60% او 80% فاحنا نقول انه هرمونان كل واحد منهم يقوي عمل الاخر ما سيحصل بالجرع العالي التوكسيك انه لحيصد استيميوليشن الاستيوكلاست والاستيوكلاست كما قلت لكم تفرز اسد اللي يؤدي الى bone resorption تكسر الاملاح وتؤدي الى اطلاق ملح الكاليسيوم الى الدورة الدموية الان deficiency of vitamin D may occur in winter due to less exposure to sunlight احنا والحمد الله في الشرق الاوسط لا نعاني من هذه المشكلة لان الشمس عدنا جيدة لكن في دول مثل الدول الاسكندنافية وفي انجلترا اللي يسموها بلد الضباب ففي الشتاء لانه الشمس عدهم قليلة حتكون صناعة كمية فيتامين د في السكن قليلة لهذا يحتاجون supplement مع الدايت ففي الشمس عدنا دفشنسي of vitamin D causes rickets in children and osteomalacia in adults اذا فيتامين د كان قليل عند الاطفال حيكون كمية الكاليسيوم قليلة في العظام وهو طفل ينمو حتكون العظام طرية وليست قوية فهذا سيؤدي الى ماذا بالبداية اقولكم وحتشوفوها في البيدياتريكس حيتأخر الطفل في المشي قد تأتيك ام وتقولك ابني صار عمره سنة سنة وشهر ولسه ما مشى في حين الاولاد الاخرين مشوا اللي مثلا في الجيران او كذا اللي ولدوا بعمرة فانت كطبيب للمستقبل فكر في فيتامين د دفشنسي في كثير من الحالات من تنطي فيتامين د تتعدد الامور ويبدأ الطفل بالمسيح كذلك اذا الطفل مشع لكن عظامة طرية لن تكون الرجل مستقيمة وستتقوس وستحصل حالة اللي نسميها الريكتس او الكساح بالعربي لما تكون السيقان مقوسة لانه وزن الطفل كبير على الرجل والعظم الطري فتتقوس الأقدام القصد السيقان اما اذا صار النقص عند انسان بالغ والحيكل العظمي مكتمل وكملان ما حيحصل ريكتس لكن حيحصل حالا نظير الريكتس عند البالغين انسمي الاستيو ماليشيا لما تتآكل العظام ويصر بها مثل الكهوف لما تنفحص العظام تحت المايكروسكوب ندرسها في المحاضرة القادمة ان شاء الله اكيد الان هنسأل كم نحتاج من الفيتامين دي يوميا الجواب للانسان العادي السليم يحتاج الى 200 انترنشنل يونت بير دي لكن الحاجة اكبر عند الاطفال 400 ضعف يونت وعند الحوامل وعند المرضيعات لاكتيتينج ومن اذكروا يا طلابنا الاعزاء انه فيتامين دي is a lipid soluble vitamin والlipid soluble vitamin بإمكان ان يخزن في الجسم فهو شبيه بفيتامين اي وفيتامين اي وفيتامين كي اللي هي كلها lipid soluble vitamin ليست كفيتامين سي وعائلة فيتامين بي اللي هي water soluble vitamin اكساز فيتامين دي may lead to problems such as calcinos اذا انطينا بجرع عالي اكثر من اللازم يحصل calcinos اللي هو ترسب للكاليسيوم في الصوفت تشو وممكن يصير deposition of calcium and phosphorus in the kidney and increased plasma calcium levels resulting in كارديا كاردمية وهذا شيء لا نتمنى اطلاقا لأنه زيادة الكاليسيوم حتأثر على عمل خلايا القلب والإكسيطability اطلاقا فالحظر كالتنى اطلاقا اطلاقا اكبر اتكن اتصاء اطلاقا اطلاقا المترجم اشتركوا في القناة اطلاقا